سيادة المتران أنتوان بنجم السامي الاحترام أصحاب المعالي والسعادة وممثلين رؤساء الأحزاب الشخصيات السياسية الروحية النيقبية العسكرية القضائية المصرفية الاقتصادية الأكاديمية الإعلامية والاجتماعية حضرة الدكتور روي الأسمر عضو مجلس الأمناء في المؤسسة البطيركية للإنماء الشامل أداعي إلى هذا اللقاء حضرة السيد كريستوفر هايلاند الرئيس التنفيذي لمجموعة CHI حضرة الدكتور عماد الحاج الرئيس السابق لغرفة التجارة اللبنانية الأمريكية ورئيس American Underwriters Group حضرة الأب بشار الخوري رئيس جامعة سيدة الويزي مستضيف هذا اللقاء محاطا بنوابه وإداري الجامعة والعمداء أيها الحضور والمشاهدين الكرام في لبنان والعالم والذين يتابعوننا عبر الأثير التلفزيوني وسائل التواصل الاجتماعي صفحة بيضاء صفحة رمادية صفحة سوداء الرمادية هي التي ترددت في اليومين الماضيين مرشحة لبنان المنهك اقتصادياً بأي انضم إلى صفحاتها هو الذي ينوء تحت وزر مئة مليار دولار من الديون المستحق وصولاً إلى الانهيار غير المسبوق الذي يتدحرج فيه منذ سنوات خمس حيث فقدت عملته قيمتها بالكامل إلى جانب فقدان الثقة بالقطاع المصرفي هو الذي كان يرتكز عليه لبنان بكافة قطاعاته وهو بدوره أي هذا القطاع دفع الأثمان الكبير أيضاً قطاعات أصابها زلزال شامل لا تنفك تردداته تنذرنا بأن الآتي قد يكون أعظم إذا لم نتحرك كيف نتحرك؟ ونحن في دولة مكبلة بقوانينها المتحجرة كيف نتحرك؟ والرؤية الممهورة بالخطط والإصلاحات المرجوة لا تجد سبيلاً لتطبيقها كيف نتحرك؟ والزبائنية والمحاصصة هي القاعدة السائدة فشكلت الأصفاض التي قبضت على هذا الوطن ومنعته من التقدم عليه علت الأصوات الكثيرة المحلية والعالمية منادية بضرورة التحرك فوراً إن الخطر داهم والبلد الصغير لا قدرة له على التحمل لكن هذا الوطن الذي خاض مشوار صفحات سود هو كبير بأبنائه الذين يحملون رياته في أسقاع الأرض هو في قلبهم وهم في قلبه طاقاتهم، فكرهم، إنجازاتهم، أحلامهم كلها تتسخر من أجله وهذا ما نتحلق اليوم من أجله في هذه الواحة الأكاديمية والفكرية عنيت بها جامعة سيدة الويزي التي لا تنفك تنفتح على كل ما من شأنه إعلاء شأن هذا الوطن ورفضه بكل المبادرات القيمة والمضيئة الانديو لا تسطر إلا على الصفحات البيض لا الرمدية ولا السوداء لأنها تؤمن بهذا الوطن وشبابه وطاقاته وأبنائه عليه فتحت اليوم النافذة على طرح متقدم لا بل رؤية لحل الأزمة الاقتصادية والسياسية التي نتخبط بها من خلال ما سنتابعه بعد قليل مع الدكتور عماد الحاج صاحب الباع والخبرة العميقة والمتقدمة في هذا المجال ولكن قبل ذلك نتوقف عند تقرير مصور يضيء من خلال دقائقه الثلاث على الواقع ومن بعده نعود وهو من إعداد السحفية ستريد بعينو الأزمة الاقتصادية والمالية التي يشهدها لبنان تأتي ضمن الأزمات الأسوأ على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي من قرابة 52 مليار دولار في العام 2019 إلى ما يقدر بنحو 23 مليار دولار في العام 2021 وأدى استمرار الانكماش الاقتصادي إلى تراجع ملحوظ في الدخل المتاح للإنفاق تزامنا توقف القطاع المصرفي الذي فرض بشكل غير رسمي قيودا صارمة على حركة رأس المال عن تقديم القروض أو اجتذاب الودائع ولكنه واصل عمله في نظام سداد يميز بين الودائع الدولارية القديمة أي قبل تشين الأول 2019 والدولارات الجديدة في الفترة الممتدة من 15 حتى 23 أدار 2023 قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة إلى بيروت لإجراء مشاورات حول المادة الرابعة وتقييم الوضع الاقتصادي ومناقشة أولوية السياسات في ظل ازدياد أعداد النازحين ونتيجة أن الاقتصاد لا يزال مكبلا بالقيود والتضخم إلا أن هناك مسارا بديلا يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والنمو فقد أكدت بعثة الصندوق الحاجة الماسة لتنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التالية أولا تنفيذ استراتيجية مالية متوسطة الأجل لاستعادة القدرة على إبقاء الدين في حدود مستدامة وخلق الحيز اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والإنمائي ثانيا إعادة هيكلة النظام المالي على نحو موثوق لاستعادة قدرته على البقاء ودعم التعافي الاقتصادي ثالثا توحيد أسعار الصرف وتشديد السياسة النقدية لإعادة بناء المصدقية في الاقتصاد وتحسين مركزه الخارجي رابعا تنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لتكون مكملة للسياسات الاقتصادية وخلق بيئة مواتية لتحقيق نمو أقوى خامسا إصلاح المؤسسات المملكة للدولة لضمان سلامة الحوكمة والشفافية والسلامة المالية والتشغلية وتحسين توفير الخدمات واحتواء المخاطر على المالية العامة سادسا تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإعادة اكتساب الثقة الاجتماعية للسياسات الحكومة وتشجيع النمو الشامل للجميع إذن لبنان يقف حاليا عند مفترق طرق خطير وبدون الإصلاحات السريعة سيغرق في أزمة لا نهاية لها ليبقى السؤال ما الحل المعتمد على أرض الواقع نعود إلى أرض الواقع ونقول منذ ستة وثلاثين عاما شقت جامعة سيدة الويزي طريقها نحو شواهق الارتقاء ورحلة لبل رسالة بناء الإنسان إنسان أخذت على عاطقها الرهبانية المارونية المريمية عندما أقرت إلزامية التعليم في المجمع الماروني منذ أكثر من قرون ثلاث أن يكون مدججا بكل مفاعيل القيم والأخلاق والمبادئ وأرقى مستويات التعليم وهذا ما وصلت إليه اليوم مع أوسمة الاعتمادات الأعلى عالميا من نيتشي إلى الـ AACSB وصولا إلى الأيبة والحبل على الجرار من خلال قبطان لها اليوم يؤمن مداد هذا المسار لا حدود لطموحه ليس فقط لأن العلم نور بل لأنه يستمد هذا النور من خلال سمو وعمق رسالة جامعة شعارها عيش فرح الحقيقة والحقيقة اليوم أنه يسير بسفينتها في يم أمواج عاتية ولكن من خلال تصميمه رؤيويته عناده جرأته ثقته وإيمانه يتأكد أن نشاط الأمان هو المآل الأكيد كلمة الافتتاح لمن يستضيف هذا اللقاء رئيس جامعة سيدة الويزي الأب بشار الخوري مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم جميعاً صاحب السيادي حضرات المؤتمرين في هذا الوقت لعلها لحظات إذا كان في رمادة بيصير أبيض ونبتبع على صفحة المصدقية يلي على أساسها عم نعلم تلميذنا بهالجامعة يلي بتحمل بطياطة كل معالم الطموح مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم قد يقول قائل لماذا نلتقي حول عنوان بات مألوفاً جداً وها نحن نقرأ ونسمع عنه في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وربما على غير لسان ومن مصادر عديدة بالمطلق هذا صحيح ولا شك في أن بين ما يقال هنا وهناك بهذا الصدد ما هو قيم وقابل للنقاش وربما للتبني أما وأن الأزم مستمرة بالتفاقم على الرغم من تلك الطروحات وكمها الكبير فهذا يؤشر إلى خلل ما إما بسبب عدم رغبة المسؤولين في اعتماد أحد هذه الحلول رغم قبلياته لأن يكون ممكناً وعملياً متحججين بأنه ذو خلفية سياسية أو طائفية أو يخدم فئة دون الأخرى ويرفضونه ربما لأنه يفضح فسادهم أو ضعفهم أو جهلهم وربما يفضح رغبتهم في إبقاء الحال على ما هو عليه مستفدين من الفوضى والضياع وقلق الناس وانشغالهم بتأمين معيشتهم لينصرفهم للتلذذ والتمتع بمص دم من شريين الوطن والناس أمام هذه المشهدية الفضيعة التي يعل فيها الضجيج وتكثر الأحاديث والتعليقات ومعظمها سخيف وذو رتابة معينة تلامس أحياناً كثير حدود الإنحطاط الفكري والتدني الخلقي بعيداً من أية مقاربة منطقية علمية وعملية وفيما الأزمتان الاقتصادية والسياسية تتمديان في تفقهمهما تسارع جامعة سيرة الويزي أنديو وعلى عادتها إلى أخذ المبادرة ودعوة النخب من لبنان وخارجه إلى حلقات تفكير وحوار ونقاش أو إلى استخدام منبرها منصة لإطلاق فكر جديد رائد وخطاب مختلف قد يشكلان ورقة ضغط على المسؤولين ولأن جامعتنا أخذت على نفسها أن تكون معروادها رائدة في غير مجال واتجاه مدركة تماماً أن ما يخرج منها سيكون ذا فعالية وتأثير ولا يمكن تجاهله من قبل أي أحد واعد أو مسؤول واعد فإنها شاءت اليوم ومرة جديدة أن تستضيف علمين كبيرين من أعلام مبتكري الحلول فأهلاً وسهلاً بالدكتور كريستفر هايلاند الآتي من عالم الأعمال والإنجازات على صعيد الهندسة المعمرية وله البصمات الشمولية والإنسانية الكبيرة من خلال المؤسسات التي يقود من أجل الخير العام والأهم مشاركته في الاستراتيجيات الكبيرة على صعيد نظام الدول الإداري كما أحيي ضيفنا العزيز الدكتور عماد الحج الذي نفتخر به رافعاً اسم لبنان أينما كان وأينما حل في قلب المروحة الوسعة من العلاقات الدولية التي يسخرها من أجل السلام والبناء والتقدم وخير وطنه من خلال رؤية موضوعية قيمة وواقعية للخروج من أزمته ومن خلالهما أحيي الصديق الصدوق الدكتور روي أسمر الذي هو كان على رأس هذه المبادرة والتحية موصولة للدكتور حبيب شارل مالك ونحن نعلم ماذا يعني شارل مالك عن حقوق الإنسان بشكل عام وفي جامعة سيدة الويزي بشكل خاص صديق الجامعة وأكثر أشكره على إدارته هذه الندوة مترافقين على الدوام في رحلة الفكر والكلمة وبعد فأني أعلن باسم جامعة سيدة الويزي أنديو جهزي جهوزياتنا لرفع ورقة الحلول التي ستقدم اليوم إلى الحكومة العديدة هذا أزغير رأي وصار بدن الرئيس الجمهورية ويجع يفكر جديا وأتوقع مسبقا أن تتبنى معظم من درجاتها إن لم يكن كلها ولن يكون لدى الحكومة أي تحج لإهمالها والتغاضي عنها ويكفي ويكفي أنها وضعت بتجرد كامل وتصدر عن جامعة نذرة نفسها لاستنباط الحلول وخدمة الوطن في أكثر من مجال وهي تضم رؤية اثنين من كبار الأخصائيين إلى رؤية الرئيس العتيد والذي ننتظره بفارغ الصبر لعلنا نسمع ما يقول لنا غبطة البطريارك في كل مداخلاته وإلى خطة الحكومة العتيدة التي نأمل أن تشارك في وضعها ورسم مساراتها جامعات لبنان ومفكروه والأخصائيون لن يكون مقبولاً في الآتي من الأيام أن يستمر أداء حكومات لبنان قائماً على الارتجال والمصالح الفئوية الضيقة المجبولة بفكر أسود فاسد لذا لا لسياسات هدامة لا لنظام تتحكم به الطائفية لا لاقتصاد شديد مديونية لا لقطاع مصرفي هش لا لإقفال شركات ومصانع لا للبطالة لا للأزمات المالية العامة نعم لتنمية مستدامة نعم لحوكمة رشيدة نعم لتوريط رجال الفكر والقلم والمعرفة والبحوث في أخذ قرارات مصرية لأننا حتى الآن اكتشفنا أن السياسة تعطل دور المفكرين وبنات الأوطان نعم لحوكمة رشيدة وألف نعم لنظام لبناني جديد يحكمه العلم والاختصاص في إطار من الحوار والعدالة والسلام وأهلاً وسهلاً بكم شكراً شكراً أبونا الرئيس أن تحل أولاً من بين 95 شخصية مارونية في الاستفتاء الشعبي عبر جوجل لاختيار رئيس الجمهورية شملت مرشحين عن كافة التيارات السياسية وعدل يتصدر مجدداً آخر استفتاء عبر رابط ليؤكد من جديد أنه الرقم الصعب على مستوى التأييد الشعبي أن تحل أولاً لهي العلامة التي نستوجب الوقوف عندها أمام رجل له الخبرة الطويلة في العلاقات الدولية وكيف لا؟ وهو العربي الوحيد بين 350 مليون عربي الذي كان وسيط سلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق لمنع الحرب وكادت وسطته أن تنجح في اللحظات الأخيرة قبل وقوعها هو الحائز على تنويه الرئيس الأمريكي بيل كلينتون لشهوده بإنجاز اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية وله مع عدة رؤساء أمريكيين العديد من المراسلات المتعلقة بلبنان والشرق الأوسط أما الحلول للطاقة والبيئة والنقل فاستبق بها بعقدين السلطات السياسية مجتمعة من خلال عروض بناء محطات إنتاج الطاقة من شركات هذا غيض من فيدي حامل لهم لبنان يعشق ترابه يحمله أين محل واليوم يحمل إلينا تصورا من خلاله سوف نتلمس خارطة طريق عملية وواضحة نأمل أن تشكل هديا لكل فاعل في حقل هذا الوطن بين اعتمادنا على مساندة الخارج لنا وعدم قدرتنا على اعتماد الجرء المطلوبة نعتمد على طاقة متكاملة هي من الفرص التي تأتيك وما لك إلا أن تتلقفها عن عمد وتصميم أدعو للتفضل الدكتور عماد الحج مساء الخير كل الموجودين من هذا المنبر أوجه تحياتي وشكري للجمهور الكرام سيادة المطران أنطوان أبو نجم سامي الاحترام حضرات السادة الوزراء والنواب ومسلي الأحزاب جامعة الانديو بشخص رئيسها الأب شار الخوري وإدارتها عمدائها أساتذتها الكرام وكل من شارك وتعب يوماً في إعلاء شأنها من الظلمة إلى النور يتساءل البعض وكيف السبيل إليه والظلمة تحوط بنا من كل جانب بعدما انطفأت المصبيح والليل بات طويلاً يبدأ الخلاص بكلمة واحدة هي الإيمان وأعمق تعبير عن الإيمان هو ما ورد على لسان بولس الرسول عندما حدده بقوله أما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإقان بأمور لا ترى فيما يتعلق بما يرى سنعلق على مؤتمر القمة في جدة لأنه لنا فيه عبرة أولاً أنه العلم السياسي يدعى بوليسي تشينجينج إيفنت أي أنه حدث مغير للسياسات أولاً أولاً لا تنقل على مغير للسياسات يعني الإمعان والاستمرار بالسياسات الفاشلة لازم الخروج مننا والثلاثة أنه الوصول تتم بالحوار ديالوج ديبلوماسي وليست بالعونف هالأمر يطلب قيادة ليدرشب 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 لترايز أبوث الأوكيشن ليدرشب لترايز أبوث الأوكيشن قيادة يلي تقدر تتعالف هو التحديات المطروحة والمطروح قدامنا أزمات يواجه لبنان أزمة غير مسبوقة في تاريخه وأصبحنا نعيش في دولة مرتكزاتها أصبحت متداعية ونجهت نشهد على انهياراتها كل يوم في كافة القطاعات والمستويات نتيجة لممارسات مخالفات وقرارات ارتجالية وحوكما سيئة حرمت المواطنين من ودائعهم جنى عمرهم وأدنى حقوقهم الطبيعية بالعيش الكريم لمواجهة كل هذه التحديات ماذا نفعل؟ يسرني اليوم أن أشارككم ببعض الأفكار والمقترحات للخروج من الأزمة والتي قد تمهد الطريق لعملية الإصلاح الشامل في السياسة سنترح ستة بنود وفي الاقتصاد سمانية بنود سنتحسها بالتفصيل في السياسة أولاً الشروع إلى انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها بوزراء من أصحاب الكفاءات والاختصاص يساهمون في استعادة السقة المفقودة بالدولة في الداخل والخارج وهذا أمر قابل للتحقيق شرط توفر الإرادة والقرار السياسي المبني على الجهد المنظم والقائم على التنسيق الجدي والمستمر بين الرئاسات وكذلك بين الوزارات لتنفيذ القرارات وحسن سيرها لا الاكتفاء بتنفيذها إفراضياً ومن دون تعاون دائم كما كان يجري على الدوام في لبنان إنه قرار سياسي مبني على إيجاد البدائل لما هو غير صالح من السياسات المتبعة وبالأخص في السنوات الثلاث الماضية والتي لم تتخذ خلالها إجراءات إصلاحية تصحيحية ذات معنى وبالعكس استمرت سياسة الإنكار الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وخسارة قسم كبير مما تبقى من العملة الصعبة وودائع أموال المودعين لقد أصبح تنفيذ برنامج إصلاحي اليوم أكثر من ضرورة بل واجب لا ينتظر الخارج كي يملي علينا الشروط ويرشدنا إلى ما كان يجب القيام به من إصلاحات إنه من واجبنا اتخاذ القرارات التي تعكس قدرتنا وإرادتنا انطلاقاً من إحساسنا بالمسؤولية دون أن ننتظر أحد إنه قرار بالانطلاق الفوري بورشة عمل متعددة الأطراف لتنفيذ أهداف خطة الإصلاح والتعافي والتي تتضمن تنفيذ الرؤية الواضحة لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة السياسات النقدية والمالية الخاطئة التي أدت إلى تعازم المآزق والانهيارات ولم تسعى لتوفير فرص العمل للشباب اللبناني وتخفيض نصبة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية في شتى القطاعات إنها ورشة عمل تنفيذية وليست عملية بيروقراطية نفرح لوجودها على الورق وتكون غير صالحة للتنفيذ نين تحديد الهوية والانتماء في ظل نظام سياسي معطوب لا يفعل ولا يثبت دولة المواطنة الحضارة والحجاسة إن الواقع اللبناني الذي تتداول فيه الإيديولوجيات الدينية والعقائدية والانتماءات السياسية والزعائمية لم يسمح ببناء الدولة الحديثة وعلى العكس تعظمت هذه الإيديولوجيات والانتماءات حتى أصبحت مؤسسات منافسة للدولة وهي تعمل باستمرار على تجاوز كل ما هو دولة وهذا يدعى بالتفصير المبسط الشرعيات البديلة عن شرعية الدولة الأم وأثبت التجربة بأنه لا قيامة لوطن تخنق فيه الحالة الطائفية الحالة الوطنية لذلك علينا أن نعقد العزم نتقصد التغيير ونفعل التحول الذي يهدف إلى تثبيت دولة المواطنة دولة تحتضن وتحترم جميع أبنائها بغض النظر انتماءاتهم الدينية والسياسية أو الحزبية وطن المعافى في دستوره وقوانينه وإدارته ومؤسساته العامة والخاصة وقضائه وطن يعرف نظامه الاستقامة العدل والحرية لا نظام السياسات المرتجلة والكيدية والترقيع الغير مجدي الذي يأخذنا بالإكره من منزلق إلى آخر إن كان هذا من المستحلات حاليا فعلينا أن ندرس إمكانية التعديل في مرحلة لاحقة لدستورنا الحالي الذي في بعض مواده ما يتسبب في شلل نعيشه بالممارسات الحالية ومنها نظام تعدد الرؤوس عوضا عن حكم الجسم الواحد كذلك علينا النظر في المواد التي تحتمل الاجتهادات والتفسيرات بموضوع فصل السلطات ومن الدستور ننتقل إلى القوانين والمجلس النيابي الذي عليه شرط أولي وهو أن يكون مجلسا ممثلا للشعب وليس مستولدا من قبل مواقع النفوذ هذا يجب إقرار قانون انتخابي عصري يسبق تاريخه الاستحقاق الانتخابي بفترة زمنية لا تقل عن سنة قانون يحقق عدالة التمثيل وينتج مجلسا نيابيا ناشطا بالتشريع ومواكبا لكل تطور تشريعي يجري في دول العالم لكي ينتج القوانين التي تلامس روح الدستور وتكون قابلة للتطبيق بعدالة على المجتمع ولا تفسح بالمجال للاجتهادات القانونية لغايات في نفس عقوب في هذا السياق لابد من التشديد على الدور الحكومي وما له من تأثير في انتظام الحياة العامة وهنا على حكومة أي تشكل في المرحلة المقبلة أن تتلقف القوانين كسلطة إجرائية فور إقرارها بالمجلس النيابي وتقوم بدراستها وإصدار المراصيم التطبيقية لها من دون ابطاء أو تأخير وأن لا تستند إلى ديمقراطية توافقية بل إلى الدستور لتنتظم على دوء الإدارات دوءها الإدارات والمؤسسات والمرافق العامة والخاصة وهذا يوجب إعادة هيكلة القطاع العام وإصلاح الإدارة والعمل على الوصول إلى دولة الحضارة والحداثة إنها رحلة مستمرة لمزيج متداخل ومتراكم من علوم الصناعة والزراعة البيئية البيئة التكنولوجيا التنمية الاقتصاد التربية والصحة وغيرها وبالتالي لا يمكن إغفال أي من هذه العنوين وعلى المجلس النيابي أن يسعى إقرار قانون لا مركزية إدارية موسعة تتوزع من خلاله مسؤولية معالجة التحديات المتراكمة مثل الكهرباء والنفايات على السلطات المحلية وتكون الدولة حاضنا ودعما لها من خلال تسهيل عملها وحمايتها والتصدي للمافيات والكرتلات التي لشك بأنها ستعتبر نفسها متضررة من هذه السياسات من هنا نذهب إلى القول أن الدولة المدنية المنشودة لا تتحقق بمجرد اكتمال هيكلتها الدستورية حتى ولو حازت على موافقة الشعب إنما تتحقق بحركية وإلية عمل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص التي تلتزم جميعها بتطبيق القنون وتعطي لهذه المؤسسات روحا ومعنى تجعلها قابلا للتطور والتحديث من خلال رؤية مستقبلية واضحة وشاملة ثلاثة إعادة هيكلة القطاع العام الوظائف والإدارة العامة وهنا أشير إلى أن أصعب العلوم هو علم الإدارة لأن الإدارة علم متحرك ويتطور بين يوم وآخر في أساليبه للتنفيذ القوانين لذلك من المتوجب على الدولة الحريصة على هناء شعبها أن تختار لإدارتها من هم الأعلى تخصصا والأكثر أهلية في مجال تخصصهم ليكونوا على رؤوس إداراتهم كما أن مصدقية الإصلاح في القطاع العام تبدأ بإصلاحات واسعة النطاق لإدارة المالية العامة تكون مجدية وغير مرتجلة تهدف إلى جعله قطاعا منتجا وفعالا بدءا بالسعي إلى إعادة تقييم وترشيد القطاع بتحديد الرقم الحقيقي للموظفين فيه فعلى سبيل المثال لا تقر زيادة على الرواتب من دون معرفة العدد الحقيقي لموظفي القطاع إن كان مثلا 400 ألف أو 309 ألف أو أكتر وهنا نشد على أن توفر أموال اللازم لزيادة رواة الموظفين لا تكون بزيادة الضرائب والرسوم ورفع الدولار الجمركي والتفئة وغيرها بل بتحقيق الوفر من خلال إعادة تقييم واقع موظفي القطاع العام لخفض عددهم بما لا يقل عن 40% مما هو عليه اليوم فهل يعقل أن تقار زيادة على الرواتب من غير دراسة لسلبياتها وإيجابياتها وانعكاساتها على الاقتصاد زيادة يأكلها التضخم أو حتى زيادة على رواتب لموظفين لا يداومون في مراكزهم كما هو مفترض أن يكون من هنا علينا أن نسعى إلى اعتماد مقاربات وابتكار مسارات وأفكار جديدة نوجز بعدها إقرار قانون حديث لإدارة المالية العامة أي إقرار قانون لنظام الموازنة لحل مكان القانون المحاسبة العمومية لسنة 1963 ويعتمد نظام IFRS International Financial Reporting Standard وضع استراتيجية واضحة لإعادة هيكلة الدين العام اتخاذ التدبير المتعلقة بزيادة الإيرادات وحصر النفقات إعادة النظر بالسياسات الضريبية التي توزع حالا الفقر وليس السروة إقرار الموازنات الجدية الشفافة التي تعتمد معايير محاسبية ومالية عالمية إلغاء ألية السلف النقدية الإسراع بتطبيق قانون نظام الحكومة الإلكترونية تطبيقا لمبدأ الشفافية وحق المواطنين بالوصول إلى المعلومات والتي تشمل حسابات المؤسسات العامة والبلديات ومصرف لبنان إنجاز حساب الخزينة الموحد أي توحيد جميع حسابات الحكومة بالحساب رقم 36 أما الخطوات والمقترحات للإصلاح الإداري وإعادة هيكل الضغط العام فهي تعزيز هيئة الرقابة هيئات الرقابة المتمثلة بميسل الخدمة المدنية إدارة التفتيج المركزي ديوان المحاسبة هيئة العليا للتأتيب مع ضرورة وجود قرار سياسي جدي وصادق على التعاون بين كافة مكونات السلطة بدعم العملية الإصلاحية لتحقيق النجاح المرجو بإبعاد الإدارة وتحصينها من واقع النفوذ وعدم الاكتفاء بكف يد السياسيين عن حماية الموظفين المخالفين والمرتكبين وأخذ العبرة من المراحل السابقة باعتماد المعهد الوطني لإدارة العامة هون بحب رحب الأستاذ وليد الخطيب مدير عام المعهد لعدة سنوات للأسباب المذكورة أعلى ولحسن سير الإدارة علينا اعتمال وتعزيز دور المعهد الوطني للإدارة العامة كالمصدر الأساسي للتوظيف والتأهيل في شتى الإدارات والمؤسسات العامة بالإضافة لإعتماد نظام التعييم من خارج الملاك وبالأخص لموظفي الدرجة الأولى والثانية لتفعيل عملية التقارب بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك من خلال تبادل الخبرات وهنا نذكر بأهمية وضرورة إعادة النظر بنظام الترقية الذي يقوم على الأقدمية كون أن التدخلات السياسية تمنع في الكثير من الأحيان موظف ومنتج من الوصول لمصلحة موظف فاسد ينال الترقية اعتماد مفهوم الإدارة في خدمة المواطنين وليس العكس من قبل الموظفين يتحلون بالكفاءة والنزاهة غير مرتهنين سياسيا وإخضاعهم لدورات تدريبية تطور قدراتهم الوظيفية تخلق وتعزز روح الانتماء للمؤسسة وليس للسياسيين وتوفر الخدمات للمواطنين في محطة واحدة وانستاب شاب وتطوير مكاتب الاستقبال وتطوير مهارات الموظفين في طريقة التعاطي مع المواطنين داء الاعتماد مبدأ السواب والعقاب ورفع الغطاء عن مخالفين والمرتكبين فيكافأ الموظف الصالح والمنتج وعلى أن يجري احتضانهم عند الترقيات والتعيينيات ومعاقبة المخالفين والمرتشين جعل الرقابة على الإدارة تقوم على أساس الأداء والأهداف وليس التقيد بأوامر الرؤساء اعتماد المكننة والتكنولوجي للمعلومات وضرورة وجود خلية تنسيق في كل وزارة ليتم التعامل معها في العملية الإصلاحية وتشجيع الموظفين على المشاركة في هذه الدورات تفعيل واعتماد الحكومة الإلكترونية لأن الإدارة الناجحة بوسائلها وإنسانها لا تعرف الجمود إنما تواقب تقنيات العصر المتسارعة التي أصبحت مرمزة وديجيتل في كافة خدماتها وهي تساهم مساهمة فعالة بإعادة القدرة على تحصيل الضرائب والرسوم الجمهورية والامتسال الضريبي مما يعزز إيرادات الدولة ويحقق الوفر ويحد من الفساد رابعا تعزيز استقلالية القضاء بعد أن قررت لجنة الإدارة والعال قانون تعزيز استقلالية القضاء والذي يحتوي على 192 مادة موزة على ستة أبواب باختصارها مجلس القضاء الأعلى التنظيم القضائي القضاء العدليون معهد الدروس القضائية هيئة الإشراف القضائي والمساعدون القضائيون إذن على الهيئة العامة اليوم تلقف القانون ليتم إرساله وإقراره في المجلس النيابي وتبقى العبره بالتطبيق إن استقلالية القضاء تشكل الملاز الحصين لاستقامة عمل الدولة والحماية الفعلية للمواطن والمستثمرين على أرضه ولصان حقوقه إن الكلمات المأسورة عن استقلالية القضاء ونزهته تملأ الكتب وما من حاجة إلى التسكير بها بل نحن بحاجة إلى تطبيقها بالممارسة خمس التهريب والتهرب الضريبي عبر المرافق والحدود والذي يتسبب بخسارة الدولة لما لا يقل عن مليار ونصد دولار سنويا وبالتالي فإن نجاح أي مقاربة في هذا المجال تهدف إلى وضع حد لهذا التمادي على المال العام تستوجب حماية حصانة واستقلالية تجه الموكل إليها مسؤولية ومراقبة هذه المرافق والحدود من خلال مناقصة على مبدأ IOSR ومراقبة 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 تمنح لشركات عالمية ومن نعرف بإدارة المرافق شركة APM AP مولر مملوكي من شركة ميرس كلاينز واختصاص إدارة المرافق لمدة زمنية محددة بعقد ولها القدرة والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة بإدارة مراقبة هذا القطاع مما سيساهم بالمحافظة لحقوق الدولة ومضاعفة إيراداتها ومنع التهريب والتهرب الضريبي والحقول دون التواطئ المعهود سابقا من قبل جهات متعددة كانت غايتها تحقيق الأرباح على حساب الخزينة والمواطن كما أن تفعيل حكومة الإلكترونية كما ذكرنا سيكون لها الدور المساهم والفعال بتعزيز الإيرادات الجمركية والضريبية ستة معالجة قضية النازحين السوريين بعدنا هذه آخر بموضوع الإصلاحات بالسياسي معالجة قضية النازحين السوريين انطلاقا من احترام السيادة اللبنانية لبنان ليس بلد لجوء ولم يوقع على اتفاقية 1951 متعلقة باللاجئين لبنان وقع على مذكر التفاهم على مفاوضية أولياء اللاجئين وانيش سي آر عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين وعلى المفاوضية أن تحترم السيادة اللبنانية بعيدا عن املاقات التي نسمعها والمرفوضة وما في الأمر أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لعادة نازحين سوريين إلى سوريا وستكون مسئولية وأولوية أي حكومة مستقبلية وضع خطة واضحة عن كيفية عادة نازحين سوريين إلى بلادهم والتفاوض مع الدولة السورية بعد أن عادت اليوم إلى جامعة الدول العربية ومع ذلك نحن نحرس ما يروح الصالح بظهر الطالح احترام العمال الشرعية والمقيمين بطرق قانونية أما فيما يتعلق ببنود الإصلاحات الاقتصادية منبلش بالمشكلة الكبيرة يلي هو الدين العام أولا إعادة هيكلة الدين العام الدين العام الذي يرزح تحته لبنان وصل في الآونة الأخيرة إلى عتبة 103 مليارات دولار ولا يزيد في حقيقته اليوم عن 7 مليارات دولار نتيجة المقارنة بين النومينال وبين الريال فالدين العام مصدر من نصاد الإيرادات العامة تلجأ إليها الدولة تمويل نفقاتها العامة عندما تعجز عن توفير إيرادات أخرى فتقترد أما من هيئات داخلية بسندة تطرح الدولة بعملتها المحلية دين الداخلي أو تصدرها بالعملة الأجنبية وتكون موجهة للمستثمرين في الخارج الدين خارجي إن الدين العام اليوم مكون تقريبا من 40% ديون خارجية بالعملة الصعبة مقدرة بحوال 42 مليار دولار و60% ديون داخلية قيمتها حوالي 61 مليار دولار العبس في الواقع النقدي نتيجة الدين العام فيها نتيجة العبس في الواقع النقدي والمالي وغياب أي خطة عامة تحدد فيها الدولة خياراتها وأهدافها ونوع الاقتصاد الذي تريد جعل الاستدانة خيارا وحيدا لها وهنا نشدد على أن ديون الدولة اللبنانية الداخلية بالليرة اللبنانية فعليا نمتعد قائمة نتيجة انهيار سعر الصرف الليرة اللبنانية أما الدين الخارجي بالدولار فانخفضها بشكل كبير بعد أن خفض سعر اليوروبوند الحقيقي على كل دولار صار حقه سبعة سنة وهذا من قيمة الحقيقة وكل ذلك على حساب أموال المدعين والدائنين وحاملين السندات أهدف أهمية هيكلة الدين العام هو أنه اليوم شركات مؤسسات كريدت أسسمنت مثل ستاندرد أنبور وفيتش وموديز تصنيف لبنان اليوم هو SD وRD يعني سيلكتف ديفولت أو ريستيكتف ديفولت إعادة هيكلة الدين العام اليوم في تصريحات لهذه المؤسسات أنه إذا لبنان أعاد هيكلة الدين العام بالتالي سيعد تصنيفه ليكون يرفع إلى مرتبة C والأمر الثاني أنه إعادة هيكلة الدين العام بيعيد بارشل فيس ان كريدت لتصنيف الاقتماني للبنان نحن اليوم تصنيفنا كتير سيء كلنا عارفين هالشيء والأمر الثالث أنه إعادة هيكلة الدين العام اليوم بده مقاربة كمان غير تقليدية إذا كان بدنا نحكي عن يوروبونس يوروبونس على السعر الحقيقي للسوق اليوم يكلفنا حوالي مليارين و2.3 بليون دولار السؤال نحن بحاجة إلى 2.3 بليون نحن نقدر بشكل نحن نقدر بشكل أو بياخر نخلص من مأزق اليوروبونس نحن اقترحنا انشاء مصرف اكزم بنك اكسبورت امبورت بانك أوف لبنان اكسبورت امبورت بانك أوف لبنان انا بعتري انه هدا كلام مش بمحله اكسبورت امبورت بانك اليوم قدرين نرسم له بحوالي 10 مليارات دولار بين ترايفت انفسترز وبين الاسواق المالية العالمية ونحن بلشنا محادثات مع عدة اشخاص ومستثمرين اللي فينا نعمله انه نحن من خلال اكزم بنك نحسم هالسندات فينا نعمله انه هالسندات تكون جزء من اسس تبعيد اكزم بنك لحديت وقت متأخر الدولة بتقدر ترد هالديون لأكزم بنك فيها الدولة كمان تاخد حصة بالأكزم بنك نتيجة سيديز لسندوق سيتم انشاء وإقراره قانون الصندوق السيادوي اللي رح نحكي عنه وهميت الأكزم بنك انه بساعد القطاعات الصناعية والزراعية بتوفير التمويل بفتح الاعتمادات بكل هالقطاعات لأنه نحن عارفين وهلأ رح نحكي عن تعزيز القطاعات الانتاجية وصناعية وصناع التحولين نجحي نجحي إلى إصلاح خطاع الكهرباء هون في عنا اشياء كتير الأولى تحول الكهرباء في لبنان من حق إنساني إلى نوع من الرفاهية مما أدى إلى انخفاض استهلاك الكهرباء بأكثر من خمسين بالمئة بالمئة نتيجة عدم قدرة مواطنين على تحمل تكاليفها الباهظة يعني هيدا بفسر ليش اليوم عم تطلع بشوف على أسطح المباني ما منشوف غير هالسولر حتى وصلنا اليوم إنه سولر وفق معلومات أخذتها من صديقنا توني فضول اللي هو سركتور رائدة بموضوع السولر باللي صار فيه بلبناني اليوم ألف ميجاوات سولر عم توفر ألف ميجاوات من حاجة لبنان للطاقة وأنا بطمنكن إنه نحن قدرين نرفع حاجة لبنان من الطاقة لألفين ميجاوات والتمويل موجود يا أمنا نحن اليوم معاة الوزير ندب الساني بتقلنا إذا حاجة لبنان ثلاثة خمسمائة ميجاوات ولا أربع تلاف ميجاوات إذا في عنا ألفين ميجاوات عم نوفرهم من خلال السولر أو جرين أنرجي وأصار الإيجابي على البيئة بدنا نتحول الإمكانية التانية اللي هي لإعادة تأهيل هالمؤسسات هالمحطات الموجودة اليوم أو بناء محطات جديدة إذا لزم الأمر يمكن ما يلزم الأمر وبالحالتين التمويل ما بيكون إلا أنا برأيي ما لازم يكون من خلال آية في هالمشاريع بالذات كلنا شفنا من حوالي شهرين ثلاثة شركة إجيت وقالتنا نحنا نعملكون تير من التو توقع عقد هلا قانوني بما يتعلق بقانون الشراء العام ولا غير مش هذا الموضوع الموضوع أنه الشيء الإيجابي بهالمقاربة أنه هاي مقاربة ضمن الأطر القانونية كنا لازم نعتمدها من ثلاثين سنة مش من اليوم نحنا منا بحاجة تنوسع إعدتنا السياسية ونتمدها على العالم العام ونستدين تآخر نهار أو نفكر أنه عملية السلام جاية لآخر نهار وشوف أنه رح نوصل لمأزق وفجوة كتير كبيرة ما عارفين كيف بدنا نردمها العام قولوا بالرغم التصنيف الاقتماني اللي حكينا فيه اللي هو كتير سيء اليوم إنما منا متشأمين متفقلين إذا عنا نحنا قال قديس فرانسيس شعاع من الضوء يبدد الألف من الخيالات والظلام كيف الأحرم ما نحنا محاطين بأشعة نووية عنا بلبنان من الطاقات والقدرات قدرين نعم قدرين بالطرق المختلفة إنه نحنا نوفر التمويل إذا عم نحكي حكينا كيف ننمول كيف ننمول قطاع السولر موضوع القطاع الكهرباء التاني بد يكون من خلال كونساشن ليش عم نقلكم عن الشركة الإيرلندية من رغم لأنه تصنيف لبنان الاقتماني سيء طب ليش إجت هالشركة كيف قدر تمول كيف قدر تمول قدر تمول يأمن بقدرات تعتمد مبدأ الرسك ترانسفر يعني اليوم إذا شركة بد تيجي تغير يعني بوست وور كونستراكشن أو ريستراكشرين أو بلدين تصنيفنا نحنا سيء بس تصنيفهم هني من نه سيء وبالتالي العم بيصير هالشركات المؤسسات اللي بد تدين بتشوف أنت على الكريدت ووردنس تبعك إذا البناء الكريدت ووردنس منه منيح عم بيعملوا عمليا الجهات الممولة عم بتعمل رسك ترانسفر بدل ما يكونوا ياخذين رسك عليك عم بياخذوا رسك على مؤسسة موجودة يا بداولة أوروبية أو بالولايات المتحدة أو غيره وبيعرفوا أنه هادي عندها مصدقية بتقدر تقوم بيواج بيتها بتقدر تنهي المشروع وبتقدر تعمل ريفنيو شير ريفنيو جنراشن بتقدر شارك من قصم هالريفنيوز مع هالدولة إذن معادة لي بسيطة فينا نسقطها بكتير من القطاعات إنفست أوبوريت إنشير ريفنيوز مع مؤسسات بالقطاع الخاص وليش اليوم أنا بسأل كتير من الخبرة والبصرفيين بمنطق الإنترناشنال ديفولوبمنت فايننس الكل أنا مش عم جاية تؤجب لا الورد بانك لا الامف بس نحن علينا إنه نشوف شو الأفضل تسألون بموضوع الإنترناشنال ديفولوبمنت فايننس مئة الأكبر لندرس بقولوا لك وولد بانك وإيمف مش أنا عم بقول كاثن راينهار هارفورد كينيدي سكول عدنان مزراحي ديبوتي ديريكتر إيمف سيبي موسيس هاريس من السنتر فور ديفولوبمنت وغيره مسمي لكم ييه بخبرونا أنه اليوم أكبر لندر فيت بالرد إيكوناميز اللي الاقتصادات المعطوبة وياللي اللي عليها ديون هو نصين وانا ماني جاية توادفوكيت صين لا أنا جاية قول أن نصين بخبرونا 230 بليون دولار موضوع المنزل العالم والإيمف واجهزتهم الخمسة يعني كلهم سوا بين الإي بي آر دي والإي دي والإي دي والإيف سي والميغا والإنترنتشل للمنزل كلهم سوا 85 بليون الأشخاص اللي ذكرت عنكم لهم الأشخاص بالفين بيقولوا أن الصين ستخسر مصاري بس بالوقت زيته حاولوا جروا الصين لتكون شريك معهم بالإنترنتشل لندي الصين عم تقول أنتو إذا خيفنين علي إخسر مصاري أنا بخسر مصاري إذا بدكن نحن وياكم نتعاون تسوق أنا ما أكون أب 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 إنترنتشل ديفلوبمنت فينانس كما نعلم بادنا نحن وياكم نبقى نتحمل الخسارة لما الدول من دينا ما بتقدر تسد دينا مش منيجي منقول للدولة أنت ما فيك تسدي دينا أو تنقدر تساكل أو بآخر دينا العام العيد هايكلتم نشطب وداع أموال المودعين أو هو المودعين هاي المقاربة رأيي مننا سليمة مش انهيكي اليوم بول الكونسيشن اللي فيها تنعطل هالشركات متل يعني اللي انعطل الشركة الرنضية تقريبا زي كونسيشن شو يعني الكونسيشن ينتي أنت عم تعطي حق إدارة أصول للدولة لمدة زمنية بيكون من 9 لـ 25 بس أهميتها وين أهميتها أنه أنت اليوم عندك جريس بيريض إذا نعمل إعادة تأهيل لقطاعات بالدولة ما معنا ندفع بدنا فترات سماح بدنا بريس بيريض بين 18 لـ 24 هال 18 و 24 موضوع الكونسيشن باللي عم نشوف موجودة تعطيك فترة سماح وبالوقت زيته إذا المشروع بيعمل جينيريشن أوف ريبنيوز شرط أنه أنت عم تعطي حق إدارة هالقطاع تتفاوض ثاني خمس سنين 30% ثالث خمس سنين 40% آخر خمس سنين بتصير تقلب الأرقام لصالحك 60-40 لحد ما تنتهي العقد أهميتها المقاربة واحد أنه أنت اليوم سيكون عندك عجز بالموازنة نتيجة نتيجة الأموال المطلوبة لخدمة قطاع الكهرباء عندك عجز بميزان التجاري عندك عجز بميزان المدفوعات هالعجز كله بشكل أو بآخر من قيل هالمقاربة راح يخفف عجز الموازنة تبعة واثنين على مدة المدة اللي بيكون فيها العقد أنت عندك واردات وانت عندك كهرباء وانت عندك معالجي للنفيات المبدأ زيته بينطبئ على المعاشر للنفيات نحن لما جينا أقول أنه بدنا لمركزية إدارية موسعة لأنه هالبلديات قدرت تستفيد وعندها القدرة تستفيد من هالبرامج إذا كانت هي عم تفرز وتجمع بالمصدر وبدأ تعمل نوع من الانسنيرات إذا هاي داخلي بسياسات البيئية في عندك شركات قام إنسنيرات وغيره عندهم بوليوشن كونترول سيستمز هيدا الحكي إنه الإنسنيرات بيلووس الجو والجو بتوسط وليس مزبوط عندك زيرو دايوكسنز عندك زيرو بوليوشنز نتيجة وجود هال 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 الأجهزة هاي وهال الشركات الموجودة تاما ناخد وقت كتير رح نروح للنقطة التالتة يلي هي إعادة هيكلة المصارف وأنشئ مصرف الاستيراد والتصدير اللي حكينا عنه إن الغاية من إقرار قنون إعادة هيكلة مصارف هي إعادة السقة إلى قطاع مصرفي سليم تكون له القدرة على المساهمة في تمويل وإطلاق الاقتصاد لأن ما شهدناه من انهيار مالي ونقدي واقتصادي غيب الطبق الوسطى وأوصل الناس إلى حفة الفقر ولقد فقد القطاع المصرفي دوره في توفير الخدمات وأبرزها القروض وإيداع الأموال لهذا السبب يجب إقرار قنون إعادة هيكلة مصارف من دون تأخير استنادا إلى المبادئ التالية المحافظة على القطاع تعزيز الإطار التنظيم الكامل للقطاع المصرفي ومراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف أخذ العبر ومنعا لتكرار المآسي والمقاربات التي جاءت في الكثير من الأحيان تخالف الدستور والقانون تتحمل الدولة اللبنانية مصرف لبنان والمصارف مسؤولية خسارة المدعين لأموالهم ويجب العمل على إعادة هذه الأموال لأصحابها أو بالأحرى ما تبقى منها كونهم لا يتحملون مسؤولية قرارات اتخذها الآخرون كما أن المادة 15 من الدستور والمادة 317 من قانون التجارة وغيرها من القوانين تحمي هذه الوداء ومن هنا تأتي أهمية إقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإلى وإلى الأهمية القصوى للتدقيق الفوري للمصارف من خلال مؤسسات عالمية أو صندوق النقد الدولي لفرز المصارف بين ريكوفراب البانكس أي قبل الاستمرار مع وجوب إعادة الرسملة من قبل المساهمين القدامة والمساهمين الجدد وبعد خطة عمل توافق عليها الجهات الرقابية والمهنية المسؤولة لهذا الشأن وباد بانكس فيتم حل وتسحب ترخيص المصارف السيئة شرط ضمان حقوق جميع المودعين مهما كان تصنيف أي واقع مصرف المودع من خلال تغذية صندوق إعادة أموال المودعين الذي يجب إنشائه وبالأخص أن المادة 103 من قانون النقد والتسليف تلزم الدولة اللبنانية بإعادة ضخ الأموال إلى المصرف المركزي في حال خسارته لرساميله والعمل على الترخيص لمصارف جديدة مثل ما حكينا انطلقت المحادثات معها وهي مصرفين من القارة الأفريقية من أصل أربعة اللي بتعاملوا بأفريقية من الموجودين هم بيعرفوا بإيكوبانك وبيعرفوا جيتي بانك وبيعرفوا يو بي اي وبيعرفوا زينة بانك وكلنا بنعرف أنه اليوم القارة الأفريقية فيها ما يزيد عن 300 ألف لبناني وجود هالمصارف اليوم بالتزامن مع إعادة عمل المصارف وقابل الاستمرار أنت عم ترجع تحرك الحركة الاقتصادية المودعين الموجودين بالكود ديفار أو موجودين بلايبيريا أو موجودين بنيجيريا أو موجودين بأي بلد اللبنان الأفريقي حساباتهم الموجودة هونيك فورا تصبح موجودة بلبنان أكيد ضمن الأطر القانونية والتشريع أنا مني الريجوليتر بس هايدي بدأ الأسس لنستفيد منها بس هالمصارف نستعد تجي ووجودة بسهل فتح الاعتمارات بسهل إعطاء الضمانات بسهل المتعهدين يلي اليوم عم بيعانوا نتيجة عم بياخدوا مناقصات عالمية أو إقليمية بس ما عم بيضر يحطوا كاش أدفانس باند أو باند أو غير هايدي المصارف قدرين يساعدونا ما فينا نحنا تحت عنوين أشخاص بدأتحمي حالها وناس تميدوا على المال العام نجي نقول لا هايدي طيارتوا أنتوا أموال عام نحنا عم نعطيكم طرق ومقاربات تنعيد أموال للموضعين كذلك الأمر بينطبق على مصرفين خليجيين أن بالخليج مجموعة كبيرة لا تقل 250-300 ألف لبنان الموجودين المبدأ زيته بانطبع لهم بعد المصارف الأوروبي أربعة إعادة هيكلة مصرف لبنان تترافق مع تغييرات جزرية تعيد النظر بسياسات وصلاحيات الحاكم الذي تنتهي ولايته في شهر تموز كذلك مهام نواب الحاكم اللجنة المركزية واللجنة الاستشارية استنادا إلى مخالفة الدشتور المادي 15 قانون النقد والتسليف المادي 19 والمادي 70 وقانون التجارة المادي 317 وغيرها من القوانين الذي ارتبطت السياسات المالية للدولة بسياسات النقدية لمصرف لبنان والتي أدت إلى تعازم في جوة المصارف ومصرف لبنان بالعملة الصعبة إلى 71.3 مليار دولار موزعة على 58.2 مليار دولار لمصرف لبنان و13 مليار دولار للمصارف خمسة اعتماد سياسات تفعيل قطاعات الانتاج الصناعة والزراعة والصناعات الزراعية أساساً للمعالج التفاقم الدين العام والعجز بميزان التجارة العجز بميزان التجارة السنة الماضية كان 15 مليار دولار 15 مليار نحن استوردنا 19 بلس بليون دولار وصدرنا حوالي 4 بليون دولار عجز 15 بليون دولار وزير المدفوعات عجز 4.2 بليون وأنا عندي شك ببعض هالأرقام لأنه بالنهاية مصادر وزارة المالية ومصرف لبنان أن اقتصاد هل نحكي عن تعزيز القطاعات المنتجة أن اقتصاد الرائع وسياسة الاعتماد على السياحة والخدمات المالية لا تكفي بالنهوض للنهوض بالاقتصاد إنما بمعالجة تحديات التصنيع الزراعة والصناعات الزراعية وهنا وهذا يحتاج إلى حلول غير تقليدية للتغلب على هذه التحديات الصعبة وبالأخص بعد الأزمة المالية التي حلت بالبلال ولا يمكن الاقتصاد اللبناني التعافي عندما يكون مجموع مشاركة الصناعة التحولية والزراعة لا تتخطى 11% من النتج المحلي إن رحلة التعافي تبدأ بتطبيق السياسات التي تحرص أن تساهم الزراعة والصناعة التحولية بنسبة لا تقل عن 34% من الناتج المحلي الإجمالي جوهر المشكلة هو أن لبنان لن يمكن من تحقيق جدارته الانتاجية في الزراعة وفي التصنيع إذا لم يتوفر لهذه القطاعات التمويل والكلفة المتدنية الكهرباء ومن هنا أهمية الشروع بتبني المقترحات المتعلقة بالمصارف كما إنشاء مصرف إجزم لبنان والاستفادة من البرامج الدولي المتعددة التي تدعم هذه القطاعات وتحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة كيفنا نسفيد من البرامج الدولية في الوقت نحن نحاول نختصر هذه الأمكان في سنة 1944 اجتمعوا عقلين اقتصاديين هاري ديكستر وجون ميناد كينز بريتن ووتس نيو هامشير وقرروا ايجاد بنك دولي وآي ام من هون انطلق البنك لحد ما وصل اليوم فيه 189 قولة اكيد الفوست وورد كونستركشن طلب انه يكون فيه مساهمات بدعم الدول والاقتصادات والريكنستركشن كان فيه شي اسمه المارش بلان وهون دخل دخل الورد بان دخل ايم اف ودخل بارس كلاب يلي هو كونسورتيم انترناشنال كريدتل ومتل ما قلنا قبل شوي دخلت الصين مؤخرا وصارت هي رائدة بهالقطاع هالمنافسة بين 189 دولة ملتا ناشنال ملتا لاترال وبين الصين يلي هي بايلاترال بينها وبين اي دولة موجودة بآسيا موجودة بأفريقيا جعل فيه نوع من الكمبيتشن يلي فيه تسفيد منه الدول المثقلة ومجدنا هنا تحصل همية البرامج التي نحكي عنها هنا فرنسا كوفاس هنا اسبانيا إسفانيو الإسفانيو لتسفيد 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 هنا في إنجلترا الانجليز الإقليم 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 لتذكر وابي بلجان لتسفيد الإقليم هذه البرامج اليوم صارت حاسة إنه يا خي أنا مني بس مضطرة روح كن عضو ممول بالآي أم أف أنا بالنهاية كمان بدي أنظر لأقتصادي وأول نموذة شفناه ببريطانيا بالبريكس صارت هالدول تجي تقول لشركاتها نحنا يا عمي أنتو لقوا أسواء ونحنا منمولكن هذا بفسر لقى الشركة الإيرلندية بتجي تتعملنا ترميل التوب لبنان وفي ألاف الشركات متى جاهزين نسفيد من البرامج صميت لكم بعد البرامج هايدي تتطلب إنه نحنا ناخد قرار وهلأ مستر هايلين بيقلكون إنه نحنا بالكامبين الـ 91-92 الرئيس كلينتون اشتغلت أنا وييرا نفتح برنامج لبنان بالأكزم بانك بمئتين مليون دولار وهلأ هوا رح يقلكون إنه المئتين مليون دولار ما مشوا لأنه ما حدا بدي يقرب لبرنامج بالطلب شفافية وترانسبيرنسي بالاستفادة من هالديون إنما بمرحلة القادمة نحنا هالذهنية كلها بدنا نغيرها بدنا القطاعات الانتاج اليوم إذا أنت عندك مصنع ببرش حمود وعندك طلبية بدك تشحن عشرين كونتينر وخمسين كونتينر أحزي بس ما عندك مصاري تشتري جلب ما عندك مصاري تجيب الروماتيريال نفس الشي بينطبع كل الصناعات وبالتالي بدك تستند يا المصر في الإكزم بانك في لبنان ليس أهلك هالموضوع أو بدك تستند البرامج الدولية ليس أهلوا هالموضوع نحنا اليوم مش بالصدفة وصلنا لمية وثلاثة مليار دولار إذا نحنا بدنا نخرج من هالمأذق الموجود بدنا نسفيد من هالم المقترحات الموجودة اليوم وأهم المقترحات بالسياسة لأن المقترحات بالسياسة هي العائق الأساسي لتحقيق المقترحات بالاقتصاد فنتمنى أنه بمرحلة قريبة جدا نقدر نوصل لانتخاب رئيس ونكلف رئيس مجلس مزراء ويكون لدينا شخصيات توحي بالسئة لنستعيد سئة العالم الخارجي وأهم شيء نستعيد سئة اللبناني بدولته لنستعيد سئة الدول بالإقليم كانوا الخليجية أو غيره ولبنان قابل للتعافي وشكرا شكرا دكتور حاج أكيد قابل للتعافي وحان الوقت حان الوقت القرار الفوري كما ذكرت الرحلة طويلة ولابد من خطوة الألف ميل لكن الوصول أكيد بين خبرة طويلة في ريادة الأعمال وتأسيس الشركات ووضع الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية ناهيك عن تأسيسه أيضا للعديد من المنظمات الخيرية والإنسانية وتركه البصمات في المفاصل الثقافية والاجتماعية حيث أصبح مرجعية للتكسب من هذه المعرفة وما نيله لباقة من الدكتورة الفخرية إلا الدليل على عمقها وأكثر نتشرف بحضور السيد كريستوفر هايلند فيما بيننا الرئيس التنفيذي لمجموعة CHI Mr. Hyland the floor is yours good evening ladies and gentlemen needless to say it is very difficult to follow such expertise Imad clearly has a handle on the details of government and after hearing that he reminds me of Bill Clinton because Bill Clinton could go on with hours of detail عند سماعنا لكل التفاصيل التي تكلم بها الدكتور عمات وولادة لدولة جديدة مساء الخير للجميع رئيس الأساقفة سيد الرئيس أصحاب السعادة والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والضيوف المكرمين يسعين دنيا أكون هنا معكم نظرا إلى السمعة الدولية المتميزة لجامعة سيدة الويزي ورئيسها الأب بشار الخوري وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وترحيبكم الحار أشكركم على الفرصة المتاحة في هذه الجامعة الرائعة رمز الأمل للتحدث عن تجارب السياسية الأمريكية وأن أتشارك معكم طلبكم بأن أتشارك الأفكار حول مستقبل لبنان بعد جيل من زيارتي الأولى إلى لبنان عام 1946 عملت مع أعضاء من الجالية اللبنانية الأمريكية خلال فترة عملي كنائب المدير الوطني السياسي للدوائر العرقية خلال حملة كلينتون الرئاسية عام 1992 عن جهود السياسية الوطنية المكثفة كتب الرئيس كلينتون في سيرته الذاتية تحت عنوان حياتي وأقتمس منه كريس هايلند كان زميلا في جامعة جورجتاون وعاش في منهاتن السفلة أحد أكثر الأحياء تنوعا عرقيا في أمريكا بدأ بشراء ثلاثين صحيفة عرقية وتحديد مكان القاضى المذكورين فيها انتقل إلى ليتل روك لتنظيم المجموعات العرقية في مختلف أنحاء البلاد مقدما مساهمة مهمة في تحقيق النصر في الانتخابات العامة ووضع الأسس أو الأسس لاتصالاتنا المستمرة وغير المسبوقة مع المجتمعات العرقية بمجرد وصولنا إلى البيت الأبيض وأنهي الاقتباس وقد كانت الجلية اللبنانية الأمريكية من ضمن هذه المجموعات وهذا السيناريو أصريت على ذكر لبنان في خطاب كلينتون لشؤون الخارجية في ميلوكي وأشركت لبنانيين أمريكيين في المناسبات وكتبت أولى مرسلات كلينتون مع لبنان من بين القضاء الذين التقيتهم خلال الحملة برز عماد الحاج بثابة غير حزبي وغير طائفي ورؤاه البناء وقام عماد بتحريك مجلس المنظمات اللبنانية الأمريكية الذي خاطبته بنفسي أحوالي ألفين شخص في سن دياغو وقد قاد غرفة التجارة الأمريكية اللبنانية أضفت اسم عماد الحاج إلى اسم دونا شلالة التي كانت ستصبح قريباً الأمينة العامة لمجلس الوذراء مشيراً لأنك لديهما مناصب إدارية عليا في ذلك الوقت اتصلنا أنا وعماد الحاج بكين برودي رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي وحثسناه على أعطاء لبنان قرد بقيمة 200 مليون دولار أمريكي عندما فشلت القطاعات اللبنانية الخاصة والحكومية في الاتفاق على متطالبات الرقابة على القرد حذرت من فشل دولة لبنانية القادمة وهذا منذ ثلاثين عاماً لم تكن المبادئ المجتمعية الأساسية قائمة نحك عن بروتوكولات الرقابة المصرفية وكلها ضرورية لدمان الأداء الوظيفي القضائي للأجيال وبعد أجيل علقت السفيرة الأمريكية دورثي شييل مؤخراً قائلة إذا لم يكن لدى المجتمع الدولي ثقة في قيادة المؤسسات المالية العليا لحكومتكم فأعتقد أنكم لن تروا تدفقات الاستثمار الذي يحتاجها الاقتصاد بشدة وأنهي الاقتباس وأزيد أن معرفة وتعليقات عماد الحاج هو الذي ما قد يصل إلى مستقبل أوضح وأبرز إذا اعتمدنا هذه الاقتراحات قد يتخيل كم من الأشخاص الجيدين يعرفون أن النظام المالي غير مستدام وعانوا للقيام بالوظيفة المستحيلة تلك الشهادة على العبقرية التي ستقود لبنان خارج المستنقع الحالي تطلبت جهود السياسية الناجحة مع كلينتون الحفاظ على المعتقدات الأساسية قبول التنوع الشمول الدعوة البناءة بناء الاقتصاد الإنصاف والسلام وكلها أساسية للحكم الناجح وضمان الرخاء للمواطنين والتوازن في الشؤون العامة وهذا كل ما هو مطلوب بشدة في لبنان يتطلب القيام بذلك إسرارا على طرح أفكار مجهولة أحيانا كثيرة وتحدي الوضع الراهن وتشجيع الحوار ونأمل أنه كما أدى ذلك إلى دعم كلينتون أن يؤدي إلى دعم التغيير في لبنان إن تواصل مع الجالية الإرلندية الأمريكية التي تمثل المجتمعات الأخرى يجسد فعالية تحدي الوضع الراهن مع الرؤية المفيدة لنا اليوم في لبنان لقد تسألت بجدية عما إذا كانت سياسات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الراسخة في إرلندا الشمالية تعمل أو بالأحرى تفيد المتطرفين ومجموعة من الخبراء والمعلقين لم تجد دعواتي الأولية إلى القادة أي دعم للسلام أو لكلينتون أرادت أن تحل السياسات التي تحركها المشاعر مكان السياسات البناء لقد عقدت العزم على تبني وجهات تغير قواعد اللعبة كما أشار عماد سابقا في حديثه فيما يتعلق بإرلندا الشمالية هي نقطة استقطاب لدعم كلينتون في أمريكا الإرلندية وأتبني كلينتون كمرشح للسلام في إرلندا الشمالية واعتباره الزعيم الذي قد يمنح تأشير للزعيم الجمهوري لإرلندا الشمالية جيريمي آدمز الذي يعتبره الكثير إرحابيا واعتباره كزعيم يصوف سياسة خارجية أمريكية جديدة تجاه المملكة المتحدة بطريقة تعود بنتيجات إيجابية للمملكة المتحدة وإرلندا الشمالية عندما ذكرت إشارات عن السلام في رسالتي تمت إزالتها لكنني ثبت على موقفي فلقد ذكرت نفسي باستمرار أن مأزق إرلندا الشمالية دعا وبشدة إلى مباررات أساسية وذات رؤية لإعطاء القوة في الواقع والخروج من الوضع الراهن المحتضر الذي كان يستنزف إنسانية كل الأطراف في الوضع الراسخ المدعوم مؤسسيا والذي لا يختلف للأسف عن لبنان اليوم اقترحت على القادة والمجتمعات استجواب كلينتون على نطاق واسع بإصرار وفي كل الفرص المتاحة حول القضايا الصعبة المتعلقة بإرلندا الشمالية لتحفيظ الاهتمام وتحويله إلى دعم ملموس للحاكم الذي كان كلينتون فسيحدث هذا الشيء عينه في لبنان في النهاية في منتدى تاريخ إيرلندي في مدينة نيويورك استجوب الصحفيون الإيرلنديون الأمريكيون اللامعون كلينتون وقد أزيد أنه حصل في لحظتها ولم يكن مستبقا أدلى كلينتون ردا على ذلك بتصريحات مؤثرة تهز الأرض سياسيا في الواقع الموافقة على إصدار تأشيرة لإزدعيم الجمهورية جيري آدمز وتعين مبعوث أمريكي خاص لأيرلندا الشمالية أعطت هذه الالتزامات العلنية دفعا للأمل في صفوف أمريكا الإيرلندية وعلى القضاء اللبنانيين بث هذا الأمل في هذه الحالة وبغض النظر عن معارضة فريقه ارتقى كلينتون إلى هذه المسئولية ونفذ وعوده وصنع ما نعرفه اليوم تاريخ من أجل الخير وهو تماما ما هو مطلوب في لبنان اليوم رئيس يرتقي إلى مستوى المناسبة ويواجه التحديات الصعبة بنتائج حاسمة وجيدة السفيرة شيء التي اتقيت بها لفترة طويلة سرحت القيادة الفعالة تتطلب الإبداع وحسن التقدير الشغف الذي تجلبه إلى عملك سيساعدك في بناء عالم أفضل الرؤية غائبة والقيادة باطلة الرئيس اللبناني الجديد يحتاج إلى مثل هذا الشغف لبنان ينتظر مثل هذه الإجراءات الحكيمة من مجتمعاته وقادته ولأكون منصفا لكلكم وللبنان لقد أعمل القادة اللبنانيون لعقود تحت الإكراح وقد عملوا باستمرار ضمن إطار سياسي واقتصادي الشبء مستحيلا مهما كان الحكومي اللبناني الذي تم تعديله كثيرا مثليا فهو لا يعمل حيث يشجع جهاز الحكومة الصفقات الضيقة فيما تمحو كل واحدة منها تدريجيا الجهود وحتى الثناء من أجل الحكم الرشيد ومع الأسف نظرا إلى الحارة الراهنة الرهبة في لبنان نلحظ أن نمازج حكومية أخرى لن تعمل على الأرجح بشكل أفضل لأنه كما هو الحال في معظم الأحيان توجد قوى سياسية دخلية مفرطة كما هو الحال في لبنان مدفوعة بمصالح خارجية تعرقل الحلول من خلال تفريق كل شيء فتلبية لطلب جامعة سيدة الويزي بأن أقدم اقتراحات حول مصار لبنان المستقبلي هذا البلد الصديق أشعر بالتواضع للقيام بذلك وقد وصلت سريعا إلى اللائحة طويلة من الاقتراحات ما يقارب الخمسين اقتراحا وهي اقتراحات مهمة وذات رؤية تغير قواعد اللعبة سأعرض عشرة اقتراحات سأشاركها معكم مع أفضل النواية وشاركها مع الأفراد والمنظمات الموجودة حول مركز السلطة وتتضمن طرقا قابلة للتطبيق في المستقبل كما يتم اقتراح محتوى لطرح البطريك الراعي لعقد مؤتمر دولي حول لبنان سأبدأ بأول نقطة أولا الاتفاق في مشهد يظهر المحدة على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الفوز ويكونان مرتحان معا مع كل الطوائف وعلى استعداد للإشراف على تشكيل حكومة لبنانية متفانية وصاحبة رؤية ملتزمة بالنزاها ثانيا إدراك العلاقات الخاصة جدا التي تربط لبنان بالولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما وإدراك أن لبنان بينما يرعى تلك العلاقات يريد أيضا أن يتجنب على المدى القصير السعي وراء أهداف طحوتية طويلة طويلة الأجل للسياسة الخارجية وهذا مهم حيث تعيد أمريكا وأوروبا تقييم سياسة الشرق الأوسط البحث عن أرضية عملية واقتصادية وغيرها من الأرضية المشتركة مع سوريا وإيران والفلسطينيين وروسيا والسعوديين مع التعاطف مع أوكرانيا هذا النحش مهم ويتجلى في هذه التطورات الأخيرة من الاجتماعات السعودية والإيرانية والتعاون بين أسرائيل والإمارات العربية المتحدة فعلى لبنان أن يتعامل بحذر أكثر من أي وقت مضى مستخدما التسوية والبراجماتية مع المشهد السياسي المتغير في الشرق الأوسط بسرعة وبشكل ملحوظ أتذكر وأذكركم بالقصة المنسية أحيانا كثيرا للأزمة الكوبية بسبب التسوية وليس الحرب أزالت روسيا الصواريخ من كوبا ولكن الولايات المتحدة أيضا أزالت الصواريخ من إيطاليا وتركيا مساء الخير بداية النشرة مع العنوين مقررات حكومية باهتة في مسألة سلامة ترجمة نانسي قنقر